حقيقة ولا ندري فيما إذا كان السيد السستاني قد اطلع جيدا على تاريخ الأئمة والإمامة درس تاريخ الإمامة أو لا وهذا مشكوك فيه حقيقة وقرأ كل ما يوجد في كتب الإمامية ككتاب فرق الشيعة الأوائل يعني من الكرن الثالث كتاب فرق الشيعة لنوبغتي المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعر القمي بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار الكافي للكليني الإمامة والتبصر من الحيرة لعليم بن بابويه القمي وغيرهم من مؤرخي الشيعة والمتكلمين الذين تحدثوا عن نشوء نظرية الإمامة الإلهية في الكرن الثاني الهجري على يد الإمام الباكر ورواوا عنه القصة التالية الأساسية الأولى التي قامت عليها نظرية الإمامة وهي هذه القصة التي تؤسس لنظرية الإمامة هل اطلع عليها السيد السستاني وبالتالي فكر فيها ودرسها ونظر فيها وقال أن هذه القصة صحيحة أو غير صحيحة وبعد ذلك روح أخذ شما تريد من أحاديث الإمامة وهي معجزة الحجر الأسود التي يرويها الكوليني والصفار ابن فروخ وابن بابويه عن الإمام الباكر أنه قال لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين فخلى به فقال له يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين ثم إلى الحسن والحسين ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصل على روحه ولم يوصي هذا إمام باكر ده ينقل الرواية عن محمد بن الحنفية يقول له أبوك قتل ولم يوصي وأنا عمك وصني وأبيك أخو يعني وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك بعدك شاب صغير فلعت نازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني فقال له علي بن الحسين يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعرضك أن تكون من الجاهلين إن أبي يا عم صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعاهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله عندي فلا تتعرض لهذا فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك هذه الرواية يرويها الإمام الباكر قال أبو جعفر الباكر وكان الكلام بينهما بمكة طيب نسأل الإمام الباكر أنت كم سنة كان عمرك أربع خمس سنوات هل أنت شهدت القصة هل واحد روالكياها هم هل هي من خيالك مثلا هذه أسئلة عادية تأتي يعني قال أبو جعفر الباكر وكان الكلام بينهما بمكة فانطلق حتى أتى الحجر الأسود فقال علي بن حسين لمحمد بن حنفية ابدأ أنت فابتهل إلى الله عز وجل وسأله أن ينطق لك الحجر ثم سأل فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دع الحجر فلم يجبه فقال علي بن حسين يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك قال له محمد فتع الله أنت يا ابن أخي وسأله فدع الله علي بن حسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي قال فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال اللهم أن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله قال فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن حسين عليه السلام هذه الرواية يرويها الكوليني في مطلع القادر الرابع الهجري يرويها الكوليني في الكافي كتاب الحجة باب ما يظل به دعوة المحق والمبطل في أمر الإمامة حديث رقم خمسة وابن فروخ الصفار في كتابه بصائر الجرجات جزء عشرة صفحة خمسمية واثنين وابن بابويه علي بن بابويه الصدوق في كتابه الإمامة والتبصر من الحيرة صفحة ستين وإذا صحت هذه الرواية عن الإمام الباكر لنحن لا ندري بالحقيقة ذول يرويها بأسناد أو بدون أسناد هذه الرواية إذا صحت فإنها تنسف نظرية الإمامة الإلهية حيث يعترف فيها الإمام الباكر هو الذي يقول لنا ذلك نفسه بعدم معرفة الإمام محمد بن حنفية ابن محمد بن طالب لأي نص أو وصية بالإمامة على زين العابدين وأن هذه الإمامة حسب دعواء الباكر لم تثبت إلا بمعجزة تكلم الحجر الأسود وهي معجزة خيالية لم يرويها أحد غير الباكر يعني الكعبة ما كان فيه أحد حتى يروي القصة أو هكذا تنسب إليه يعني بحقيقة وأنا أشك ولكنها تؤرق خالي القصة التي يرويها ثلاثة أشخاص من مؤسسة هذه الطائفة الإمامية يرون هذه القصة يعني يعترفون فيها أنه محد ما كان يعرف النص محمد بن حنفية نفسه لم يعرف طبعا محمد بن حنفية لم يخضع لزين العابدين وإنما هو استلم قيادة الشيعة وعطاها لابنه أبو هاشم بعد ذلك الذي توفي سنة 98 وإذا رفضنا هذه المعجزة بين قوسين المعجزة لم تحدث حتى لرسول الله الله عليه وسلم إذا كان الحجر الأسود يتكلم كان نبي في مكة جمع المشركين قالوا تعالوا سمعوا أن الحجر راح يتكلم لي ويعترف بنبوتي وخلص كان أنهى كل المشاكل فلماذا لم يفعل ذلك النبي قصة يعني غير معقولة أبدا ولكنها على هذه الخرافة الأسطورية يبنون نظرية ونظرية مثالية خيالية وهمية ليس لها وجود وإذا رفضنا هذه المعجزة التي تشكل أساس نظرية الإمامة الإلهية فإن محمد الباكر يصبح عالما آديا أو مجتهدا أو راويا لبعض الأحاديث عن آبائه وإجداده فقط وليس إماما معصوما معينا من قبل الله كما يقول الإمامية ويترتب على ذلك الشك في الأسباب التي قدمها السيد علي أسستاني في تحليله لظاهرة اختلاف الأحاديث الواردة عن أهل البيت ولا سيما الأسباب الداخلية كالقدرة على نسخ القرآن والسنة النبوية وامتلاك أحاديث سرية خاصة عن النبي الأكرم أو حقه بممارسة التقية وكتمان بعض الأمور الدينية وإلقاء الاختلاف بين الشيعة أو التورية في التعبير عن بعض الأحكام والتلاعب بالشيعة والمسلمين يعني بحقيقة وتصبح كل هذه الأسباب غير معقولة ولا جائزة ولا شرائية ويبقى التفسير الوحيد للتناقض للتناقض بعض الروايات اللي جاية عن الأمة هو إما الاجتهاد اجتهاد سابق واجتهاد لاحق وإما نسيان الأحكام فتوى عنده سابق ونساها بعدين فتوى أخرى يقول العالم الرجالي الشيعي الكشي هذا كان في القرن الرابع في ترجمة أمر ابن رباح راجعوا الكتاب أنتم قيل أنه كان هذا عمر ابن رباح قيل أنه كان أولا يقول بإمامة أبي جعفر عليه السلام صدق الإمام باقر هذا إمام من الله ثم أنه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدة يسيرة تابعوه على ظلالته حسن ربما هو اهتدى هو سابقا كان ظل لا صار هو الآن ظل تابعوه على ظلالته فإنه زعم هذا الكشي يتكلم عالم رجال إمامي هذا يتكلم في ترجمة أمر ابن رباح فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة الباكر عن سأل الباكر فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر عليه السلام هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي فذكر هذا عمر ابن رباح أنه الباكر قال له إن جوابنا خرج على وجه التقية أنا كنت أسأل تقية وياك فشك في أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام يقال له محمد بن كيس فقال حكاية القصة يعني فقال إني سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول فقلت له لما فعلت ذلك قال فعلته للتقية وقد علم الله أنني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به ولا وجه لاتقائه إياي وهذه حاله يعني شنو معناته إيمارة الثقية ويايا وأنا جايل أخذ الدين من عنده فإذا دعي لعب ويايا أنا هذا بعد ما أثق فيه هذا بعد مو إمام عندي هذا رجال الكشي صفحة 105 هذه قصة حدثت ويعني يمكن بها أن نحلل ظاهرة التناقض في أحاديث الأئمة ثانيا